اشتركوا في القناة والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذا الكتاب وهو كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات ومناسبة ختم كتب الفقه بهذا الكتاب قالوا لأن لما تعلم المسلم ما يتعلق بالأنكحة عقود الأنكحة وبين أيضاً ما يتعلق بعقود المعاقدات فإنه قد يكون هناك خصومات في هذه العقود كما أنه قد تكون هناك خصومات في الجنايات وما يتبعها من الحدود لأنها تحتاج إلى إثبات وهذه الأمور تحتاج إلى إثبات وإلى حكم وهو كتاب القضاء والمرء لا يمكن أن يعرف القضاء إلا وقد عرف ما سبق من الأحكام وهذا السبب أن العلماء أجروا كتاب القضاء إلى آخر مباحث كتب الفقه نعم والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية نعم هذه الجملة نستفيد منها حكماً وقاعدة أما الحكم فهو أن القضاء من فروض الكفايات إذا تركه الكل أثم حيث وجد فيهم من يصلح له وإن لم يوجد إلا واحد فقد تعين عليه ذلك وحرم عليه تركه وأما إن كان غيره يقوم مقامه فتوليه القضاء هو على سبيل الندب وأهل العلم رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن تولي القضاء خوفوا من الوقوع فيه لا لذاته وإنما لما يصرف عنه ولما قد يقع لمن دخل فيه من بعض الأمور مثل قضية الانشغال به عن العلم كما جاء عن بعض السلف ومثل ما جاء من الانشغال به مما يؤدي إلى الانشغال بالدنيا وغير ذلك من الأمور لا لأن هذا الفعل خطأ أو أنه منهي عنه بل إنه شريف بل هو من دوب إليه ولأن فيه قضاء لحوائج المسلمين والمرء إذا كان من أهله فقضى فأصاب فله أجران وإن كان مخطئا فله أجر القاعدة في هذه الجملة أن كل ما كان فيه مصلحة عامة للمسلمين فهو من فروض الكفايات وبناء على ذلك ذكر بعض علمائنا وهو ابن حمدان صاحب الرعايتين قال إنه ما لا بد للناس منه من الوظائف لا فتكون من فروض الكفاية فقال يلزم في كل بلد أن يكون فيها طبيب ويلزم أن يكون فيها بيطار ويلزم فيها أن يكون حجام وذكر وظائف كثيرة فكل وظيفة يحتاج إليها الناس فإن الدخول فيها من دوب وعلى عمومهم يكون فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس المخاطب في الأساس في القضاء إنما هو إمام المسلمين فهو الذي يتعلق به الحكم أولا ثانيا أن الذي ينصب القضاء القضاء إنما هو ولي الأمر وغيره فإنه لا يصح تنصيبه لأنهم يرون أن القضاء من عقود الإطلاق مثل الوكالة لا أنه وكالة فرق هو مثل الوكالة في كونه عقد إطلاق وبناء عليه فلا بد فيه من مول والمول إنما هو إمام المسلمين غيره إن ول الناس في بلد شخصا فإن توليتهم له لا يكون من هذا الباب وإنما لمعنى آخر يقول الشيخ يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية قد يكون شخصا أو أكثر ممن له معرفة بالقضاء وتكون معرفة القضاء باعتبار أمرين معرفة الأحكام الشرعية والأمر الثاني معرفة تطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتنزيل فإن كثيرا من طلبة العلم قد يكون حافظا فروعا كثيرة ولكن حفظه هذا لا يجيز له الإفتاء ولا يصح منه القضاء والإفتاء والقضاء بينهما بعض التشابه ولذا فإن العلم يذكرون أحكام الإفتاء في كتاب القضاء فإذا أردت أن تبحث عن أحكام الإفتاء في كتب الفقه فارجع إلى كتاب القضاء وهذا الذي وضحه العلماء عندما ذكروا طبقات الفقهة فمنهم من لا يجوز إفتاءه مع حفظه الكتب الطوال سبب ذلك ما ذكره المصنف بعد ذلك هو تطبيقها على الوقائع الجارية وكلام المصنف حسن لأن بعضا من العلماء لما تكلم عن القضاء اشترط فيه شروطا قاسية كمعرفة الآيات والسنة والناسخ والمنسوخ واللغة ودلائل الألفاظ ومعرفة أصول الفقه ومعرفة أمور كثيرة قال عنها كثير من أهل العلم أنها صعبة جدا بل لا تكاد تتوفر حتى نقل المناوي عن القفال الشاشي الشافعي أنه قال إن الشروط التي تورد عادة في كتب الفقه في تولي القضاء أندر من النادر وهي كالكبريت الأحمر قال المناوي قال وقد كان القفال الشاشي له ولتلامذته طريقة عند الشافعية تسمى بطريقة المراوزة فإذا كان صاحب طريقة في الفقه ومسلك في التاليف هو تلامذته لا يرى في تلامذته من هو صالح أن يكون أهل للقضاء فمن باب أولى أن هذا فيها مبالغة لكن كلام الفقهة للتخويف لكي إذا دخل أحد في القضاء يخاف ألا يكون أهل الله فيزداد علماً ويزداد ورعاً وسؤالاً الله عز وجل ذلك التوفيق والعلم وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي نعم الصفات المعتبرة هي التي أشرت لها قبل قليل والعلماء يقولون كما قال المرداوي أنه الذي عليه العمل أنه إنما يولى الأمثل ولا يلزم وجود الشروط لأن وجود الشروط قد لا توجد في أهل الزمان كلهم في أحد قد يمر القرن ربما أو العصر والعصر لا يوجد فيه الشروط التي أوردها الفقهة ويتعين على من كان أهلاً ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه نعم لأنه يكون حينئذ من فروض الأعيان وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر نعم هذا الحديث هو الأصل في باب الدعاوى والبينة قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي أي الإثبات بيينة الإثبات على المدعي والمراد بالمدعي هو الداخل قال واليمين على من أنكر والبينة على المدعي هو الخارج واليمين على من أنكر هو الداخل لأن المدعي هو الذي إذا ترك ترك وأما المدعى عليه فإنه إذا ترك لم يترك هذا الحديث فيه من الفقهة السائل أولها أن القاضي بعد سماعه الدعوة يسمع من المدعى عليه الرد بالنفي أو بالإقرار فإن أقر حكم للمدعي وإن أنكر رجع إلى المدعي وسأله البينة فالذي يسأل البينة إنما هو المدعي وأما المدع عليه فلا يسأل البينة وإنما يسأل الإقرار أو الإنكار ثانيا أن المدعي إذا لم تكن له بينة فإنه لا يحكم له في الجملة فلا بد من المينة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لو يأخذ الناس بدعواهم لدعوا ناس أموال آخرين وأعراضهم الأمر الثالث أن هذا الدليل حديث يدل على أن اليمين على المدعى عليه لقوله واليمين على من أنكر وهذه اليمين ليست على إطلاقها فليست كل دعوة لا بينة فيها يحلف المدعى عليه وإنما ذكر العلماء ضوابط في هذا الباب من أهمها أنه لا بد أن يكون حال يصدق ذلك فإن كان الحال لا يصدق ذلك فلا يمين المسألة الأخيرة هذه الحديثة استدل به الفقهاؤنا على مسألة هي من فردات المذهب وهو أنه إذا تعارضت البينتان بينة المدعى وبينة المدعى عليه لم نحكم بتساقطهما وإنما حكمنا بالترجيح بينهما فقلنا تقدم بينة الخارج والمراد بالخارج أي المدعي ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة فتكون البينة المقدمة التي تكون من المدعي وهو الخارج خلاف الجمهور فإن الجمهور يرون عند التعارض تقدم بينة الداخل لكن لو لم تكن هناك بينة فيحكم طبعا للخارج لعدم وجود البينة ففرق بين عدم وجود البينة وبين تعارض البينة وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع نعم هذا يدلنا على مسألة مهمة وهي القضاء بالعلم العلماء يقولون لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه إلا في مساء ما معنى قضاء القاضي بعلمه؟ أي كل شيء يعلمه خارج مجلس القضاء لا نقصد بالعلم الظن لا وإنما نقصد بالعلم كل ما علمه وتيقنه خارج مجلس القضاء فلا يجوز له أن يحكم به في مجلس القضاء صورة ذلك قاضي مر على مجلس وهم يتبايعون وأن زيداً باع لعمر هذه السلعة بألف وسمع هذا الكلام ثم بعد يومين جاءه المتبايعان لمجلس القضاء فقال زيداً بعت هذه السلعة بألف وقال عمر لم يبعني شيئاً أو قال إنما باعني إياها بخمسمائة قال هل من بينه؟ فكلاهما قال لا هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الذي علمه خارج مجلس القضاء نقول لا ولذلك حتى الشافعي يقول أرى جواز الحكم القاضي بعلمه لكن لأجل فساد القضاء فإن لا يحكم القاضي بعلمه القاضي إنما يجوز حكمه بعلمه في موضعين أو ثلاثة أول هذه المواضع قالوا من باب تعديل الشهود وجرحهم فيقبل علم القاضي في تعديل الشهود وجرحهم الأمر الثاني ما علمه في مجلس القضاء خلافاً للقاضي أبي أعلى فما علمه بحيث أنه سمع البينات مجلس القضاء فيقضي بها ولو لم يشهد على هذه البينات في مجلسه وهذا الذي يعني عليه الجمهور عندما نقول إن القاضي لا يحكم بعلمه أيضاً نقول لا يجوز أن يحكم بخلاف علمه لا يحكم بعلمه ولا يحكم بخلاف علمه وبناء على ذلك فإن القاضي إما أن يكون لا علم له في المسألة فحينئذ يحكم بما ظهر له من بينات في مجلس التقاضي الحال الثاني أن يكون له علم سابق وتكون البينات موافقة لعلمه فيجوز له حينئذ أن يحكم بالبينة الموافقة لعلمه الحال الثالثة أن يكون له علم سابق والبين في مجلس التقاضي على خلاف علمه واضح؟ فحينئذ نقول لا يجوز له أن يحكم بخلاف علمه ماذا يفعل؟ يتنحى ويكون شاهداً عند القاضي الثاني إذن الحالات الثلاث فلا يحكم بعلمه ولكن لا يحكم بخلاف علمه وعرفنا كيف تكون ذلك فمن ادعى مالاً ونحوه فعليه البينة نعم بدأ يتكلم مصنف عن البينات ماهي وذكر هنا البينات في الأمور المالية التي يكون فيها مال أو تأول إلى مال لأن بعض الأشياء لست مالاً وإنما تأول إلى المال والبينة في المال أو ما يأول إلى المال أمور أولها إما شاهدان عدلان طبعاً قوله شاهدان عدلان أي رجلان ذكران عدلان أي ظاهراً وباطنا أو رجل وامرأتان أو رجل وامرأتان وهذا إنما هو خاص بما يراد به المال أو يؤول إلى المال أو رجل ويمين المدعي أو يشهد شاهد بالحق للمدعي مع يمينه فتقوي يمينه شهادة الشاهد فيقضى في الأمور المالية بثلاثة بينات وهو الشاهدان والشاهد والمرأتان وشاهد واحد مع يمين المدعي دليل ذلك لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم نعم هذا هو النوع الأول وهو الشاهدان العدلان لأن قوله من رجالكم أي من رجالكم العدول فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء نعم هذا هو النوع الثاني وهو رجل ومرأتان وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح أي مع يمين المدعي وهذا حديث ابن عباس في مسلم وهذه محمولة كلها على ما كان بمال أو ما يؤول إلى المال لأنها إنما جاءت في البيوع في آية المدينة وهي إنما هي في البيوع فإن لم يقل له بينة حلف المدعى عليه وبرع يعني لو أن المدعي لا بينة له فإنه حينئذ يحرف المدعى عليه لقول النبي صلى الله عليه واليمين على من أنكر ونقول هذا إنما هو أغلبي وأما إذا دلت الحال والظاهر على صدق المدعى عليه وأن المدعي إنما هو ظالم بدعواه فإنه لا يحلف المدعى عليه فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنقول أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ مدعى به نعم بدأت كل المصنف عن مسألة ترتيبها ما يلي رجل ندعى على آخر شيئا فقال القاضي هل من بينة؟ فقال المدعي لا بينة والمدعى عليه ليس عنده بينة فذكر قبل أن المدعى عليه يحلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر فلما قيل له أحلف قال لن أحلف بعض الناس خاف أو متورع أو أنه من ذوي الشرف فنكل عن اليمين أي امتنع عن الحلف ذكر مصنف قولي فقال القول الأول قضي عليه بالنكون أي بمجرد امتناعه عن اليمين يقضى عليه بمعنى أننا نثبت أن القاضي يحكم أن الحق للمدعي قال أو هذا الاتخير وهو القول الثاني ردت اليمين على المدعي ويسمى هذا رد اليمين فيأتي القاضي للمدعي فيقول أيها المدعي ادعي أن الحق لك هذه مسألة فيها خلاف على قولين فالمشهور عند المتأخرين أنه يقضى بالنكون ولا يلزم رد اليمين والرواية الثانية وهي الأظهر دليلا وعليها العمل القضائي أن اليمين ترد إلى المدعي لأن اليمين تكون في أقوى جانب المتداعيين وهنا المدعي أقوى جانبا لنكون المدعى عليه والمصنف أشار بي أو للتخير إشارة للخلاف فقصده الخلاف هذا هو الظاهر من كلامه قال فإذا حلف أي إذا حلف المدعي مع نكون المدعى عليه أخذ مدعى به لأجل اليمين التي بذلها وأما على المشهور فبمجرد النكون يقضى عليه من غير رد لليمين ومن البيينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين نعم البينات يقول العلماء الأصل فيها على سبيل الإجمال ثلاثة أشياء الإقرار وسنتكلم عنه بعد قليل والشهادة وأورد المصنف بعض أحكامها وسيفرد لها حديثا بعد قليل والنوع الثالث ما يسمى بالظاهر يسمونه الظاهر وبعض العلماء مثل المصنف يسميها القرينة والقضاء بالظاهر معتبر مثل القضاء باليد فإنه لو تنازع أثنان في عين وهذه العين بيد أحدهما والبينة شهدت باليد ولم تشهد بالملك نقول يقضي القاضي له بها إذا الدعا ملكها فهناك بينات فهناك يعني ظاهر يحتج بها ولكن الظاهر أضعف من البيينة نعم قال ومن البيينة ومن البيينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين نعم إذا أردت أن تبحث عن بيينة في كتب الفقهة فالمقصود بها عندهم الظاهر ومصطلح القرينة استخدمها بعض أهل العلم كابل القيم في الطرق الحكمية وشيخه وبعض المتأخرين مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينة نعم الظاهر هنا هو اليد فحكم له باليد ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما كتنازع نجار ونحوه بآلة نجارته وحداد ونحوه بآلة حدادة ونحو ذلك نعم قال مثل أن يتداعى اثنان مالا كل واحد منهم يدعي أن هذا المال له ولا بينة لواحد منهما ولكن هذا المال لا يصلح إلا لواحد منهما قال كتنازع نجار وغيره هذا هو الصواب أن تقول وغيره بآلة نجارة اثنان تنازع عند القاضي في منشار النجار يقول هذا المنشار لي ورجل ليس بنجار وإنما مزارع يقول بل هذا المنشار لي العادة أن المنشار إنما يكون للنجار وخاصة في الزمان القديم كانت الآلة لها مؤنة وكلفة الآن المنشار تشتريه بأرخص الأسعار في كل بيت ومثل ذلك أيضا بالحداد مع غيره بآلة الحدادة ونحو ذلك من الأمثلة لو أن رجل انطلق امرأة ثم تنازع في متاع البيت فادعت المرأة أن هذا المتاع لها وادعى الرجل أن هذا المتاع له فنقول إن ما كان من المتاع يصلح للنساء فإنه يكون متاعا لها وما كان للرجال فإنه يكون للرجل وهكذا واتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية بدأ يتكلم عن الشهادات والشهادة إما تحمل أو أداء والتحمل هو وقت أو الشهادة على العقد ونحوه والأداء أمام القاضي فقال أولا تحمل الشهادة في حقوق الآدمين فرض كفاية لأنه يقابل حقوق الآدمين حقوق الله عز وجل فإنه مباح وليس بمندوب لأن الحدود الأصل فيها الستر إذن فقوله تحمل الشهادة فرض كفاية وقلنا إنه فرض كفاية للآية ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا جاء النهاد المراد بها إما التحمل وقيل إما الأداء وهما تفسيران والدان عن الصحابة رضو الله عليهم وأداؤها فرض عين نعم وأداؤها فرض عين حيث تعينت لا مطلقا بأن يطلبه صاحب الحق وأن لا يكون عليه ضرر نعم ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا نعم العدالة ظاهر وباطن والعدالة الظاهرة هي أمام الناس والباطن ما يكون من اعتقاد وما يكون من فعل في سره كل الشهادات عند التحمل يشترط فيها أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا إلا الشهادة على النكاح فيكتفى فيها بالعدالة الظاهرة والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء نعم ضابط العدل الذي أورده المصنف هو الأصحب من قوله أهل العلم فإنما رد ضابط العدل إلى عادة الناس وقال هو من رضيه الناس فيختلف الناس في ضبطه وهو ظاهر الآية لقول العز وجل ممن ترضون من الشهداء وقد يكون ذلك العدل واقعا في كبيرة من الكبائر وقد يكون فعل شيئا يظن بعض الناس أنه مخل بمروءة وليس ذلك مخلا في العدالة على القول الثاني الذي مشع لمصنفه هو الأظهر دليلا وهو ظاهر القرآن لأن هذا فيه بعض المشقة ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها نعم هذه مسألة متعلقة بالتحمل العلماء يقولون لا يجوز الامرئ إذا شهد شهادة أن يشهد على شيء إلا أن يكون قد تحملها بوحد من أمور الثلاثة إما برؤية بأن يرى الشيء المشهود عليه مثل أن يرى زيد قد أتلف مالا لعمر أو يرى وصية أو يرى مالا قائما الذي هو محل العقد أو غير ذلك من الأمثلة أو بسماع من المشهود عليه كأن يسمع الشهود يعقدون العقد ويذكرون الثمن ويذكرون الشروط فهنا يشهد على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عند ابن عدي في الكامل على مثل هذه فاشهد أي من شدة الوضوح الأمر الثالث مما يتعلق بالتحمل وهو الشهادة بالاستفاضة قالوا يجوز الشهادة بالاستفاضة فيما تقبل فيه الاستفاضة مثل قالوا الشهادة على الولادة والنسب فالناس يعرفون أن فلانا ابن فلان وفلانة مع أنهم لم يشهدوا ولادته من لم يشهد ولادته إلا القابلة وهي امرأة واحدة كذلك الشهادة على النكاح ربما يتزوج رجل فيموت الشهود والناس يقولون فلان زوج فلانة فالشهادة على النكاح أيضا تقبل فيها الاستفاضة من الاستفاضة أيضا مطلق النسب غير الولادة كان يقال إن فلانا ابن فلان فلان ابن فلان معروف أن فلان ابن فلان من باب النسب غير الولادة الأخرى فكذلك تقبل فيه الاستفاضة مما تقبل فيه الاستفاضة أيضا اليد والملك يقولون لو اشتهر عند أهل بلد أن فلانا يملك هذا العقار فيجوز الشهادة بالملك والعلماء يقولون يجوز الشهادة بالملك إذا كانت اليد قائمة واستفاض عند الناس عدم وجود المنازع نقول هذا صحيح إلا في حاله وهذا مهم هذا التقييد إذا كان في بلد من عرفهم التعاقد بعقود يطول فيها أمد اليد مثل عندنا بعض المناطق في المملكة في الأحساء خصوصا يحكمون بما يسمى بالعرق فيأتي رجل لآخر فيقول أجرتك هذا العقار فافعل به مثل ما يفعل الملاك هدما وبناء وإنما لي أصل الأرض فقط فقد يتطاول الزمان ويذهب العقد فالشاهد الذي يشهد باليد وبتصرف الملاك مع كثرة العرق في تلك البلدان قد يشهد بالملك المطلق وهذا وإن كان مقبولا في غير تلك الأعراف لكن لا يقبل هنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس قال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع رواه بن عدي نعم ومن موانع الشهادة بدأت تكلم عن موانع الشهادة بمعنى أن يكون الشاهد عدلا لكن طرأ عليه طارئ فكان هذا الطارئ يمنع من قبول شهادته فائدة موانع الشهادة أنا نقول إن موانع الشهادة إذا زالت قبلت الشهادة ومن موانع الشهادة مضنة التهمة نعم كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس يعني شهادة الأولاد لآبائهم فلا تقبل لأنه مضنة لجلب المنفع لهم وأحد الزوجين للآخر بأن يشهد أحد الزوجين للآخر مفهوم هذا الكلام أن شهادة أحد الوالدين على ابنه والعكس أو شهادة أحد الزوجين على الآخر والعكس أنها تكون مقبولة طيب قول المصنف أحد الزوجين على الآخر علماؤنا يقولون ولو كان بينهما طلق فلا يقبل شهادة أحد الزوجين على الآخر ولو كان بينهما طلق لأن الزوجة إذا أفضل زوجه سيكون بينهم من الذكر الحسن والمودة حتى وإن تفرق فقد يذكرها أو تذكره بالحسن فلا تقبل الشهادة هكذا ذكر وأما الشهادة عليه فتقبل ما دامت الزوجية قائمة وبعد انفصال الزوجية فلا تقبل لأنه قد تكون عداوة بعد الطلق فيشهد عليها أو تشهد عليه بما لا يكون حقا والعدو على عدوه قال واتقبل ومن منع الشهادة شهادة العدو على عدوه وأما شهادته له فإنها مقبولة كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة وهو فاقد الأمانة الذي ليس بعدل ولذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت رواه أحمد وأبو داود نعم هذا واضح وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان متفق عليه هذا الحديث أورده المصنف لتخويف المرء من أن يحلف بالله عز وجل ظلما وقد مر معنا أن اليمين أمام القضاء تكون على نية المحلف وهو القاضي فحين إذن يجب أن يصدق المرء في يمينه وأن لا يتساهل في ذلك وقد ذكر بعض المتقدمين أنه ما حلف أحد يميناً غموساً أمام القضاء إلا ومحق بركة عمره وماله معاً وأوردوا في القصص المذكورة قديماً وليست بحجة وإنما هي أخبار ذكروا أن كثير من الناس حلف اليمين الغموس أمام القضاء فما خرج إلا وقد خر على وجهه ميتاً أو محق بركة ماله فذهب بعدما كان غنياً فافتقر بعد غنى في المقصود أن من أعظم الأمور التي تذهب بركة العمر والمال والولد وهو اقتطاع مال امرئ مسلم بيمين غموس باب القسمة بعد يتكلم مصنف عن القسمة وهي قسمة الأملاك فإذا كان اثنان يملكان عيناً وكان سبب ملكها إرث أي الملك القهري أو كان سبب ملكها أمر إرادي كأن يكونوا شركاء في هذا المال ثم أرادوا قسمة هذا المال فكيف تكون القسمة سيتكلم مصنف عن نوعي القسمة والحكم في كل واحد منهما وذكر أن نوعي القسمة نوعان قسمة إجبار وقسمة اختيار ويعبرون بقسمة الإجبار وقسمة الإختيار وإنما يتكلمون عن العين المقسومة فيقول العين المقسومة التي تقسم قسمة إجبار والعين المقسومة والعين المشترك فيها التي تقسم قسمة اختيار نعم وهي نوعان قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة نعم نبدأ أولاً في قسمة الإجبار ما معنى قسمة الإجبار يعني أن الشريكين إذا كان شركاء في ملك في أرض وبيت وغير ذلك أو في قمح ورز ونحو ذلك وطلب أحد الشريكين القسمة وأبى شريكه القسمة فإن القاضي يجبره عليها ويتسمى قسمة الإجبار فحينئذ يجبر القاضي الشريك على القسمة طيب ما هي التي تقسم قسمة أجبار ما هي الأعيان التي تقسم قسمة إجبار قال الشيخ فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض نبدأ بالجملة الأولى قوله فيما لا ضرر فيه كيف يكون الضرر في قسمة الإجبار قالوا كل عين إذا قسمت لم يمكن الانتفاع بأحد قسميها فإن فيها ضرر أو إذا قسمت فإنه ينقص قيمة أحد الشقين مثاله أرض شخص عنده أرض صغيرة يملكها هو وآخر عفوا نعم عنده أرض كبيرة هذه قسمة التراضي عنده أرض كبيرة لو قسمت وكل واحد منهما يملك نصفها فلو قسمت بينهما لكل واحد منهما خمسمائة متر مثلا فنقول إن الأرض اليمنى واليسر قيمتهما واحدة ويمكن الانتفاع بكل واحدة من هاتين الأرضين فحينئذ يجري على هذه الأرض قسمة الإجبار إذ يمكن الانتفاع بالأرض ولم تنقص قيمتها عندما نقول لم تنقص قيمتها أي بنسبتها من مجموع الأرض هذا معنى قول مصنف فيما لا ضرر فيه فلم تنقص القيمة لأن أحياناً فنعطيك مثال عندما يكون اثنان شريكان في قطعة قمش غالب الثياب لتنلبسها أن لست خياطاً لكن يقولون إن كسوة الثوب أربعة أمتار أظن أظن كذلك صح؟ الكسوة ثلاثة ولا أربعة أربعة كسوة الثوب أربعة أمتار عندما يأتي اثنان ويكون يملكان قطعة قمش لا تصلح إلا ثوباً لا تصلح سراويلاً ولا غير ذلك فلو قسمت بينهم قسمة إجبار لكل واحد منهم متران لما أمكن الانتفاع بها كما الانتفاع ولذلك تنقص قيمتها فأربعة أمتار لنقول إنها بخمسين القطعة ذات المترين تجد قيمتها رخيصة جداً اذهب لأصحاب القماش باقي طولة القماش يكاد يعطيكها بتراب الفلوس هذا معنى أنه نقصت قيمتها بسبب القسمة الأمر الثاني قال أو رد عوض بمعنى أنها إذا قسمت اختلف سعر أحد القسمين وإن تساويت القسمة مثل الأرض الشمالية والجنوبية التي تكون على شارع وسيع وضيق فحيث انتفت هذه القيود الثلاثة وهو رد العوض وإمكان الانتفاع والأمر الثالث عدم نقص القيمة فإنه حينئذ تجد فيها قسمة الإجبار قال مثاله كالمثليات إثنان يملكان ثلاثة أكياس رز فتقسم بينهم قسمة إجبار لكل واحد منهما كيس ونصف نأخذ الكيس الثاني ونقسمه بينهما قال والدور الكبار أرض كبيرة لا ضرر فيها كذلك تقسم قسمة إجبار والأملاك الواسعة من المزارع وغيرها النوع الثاني وقسمة تراض وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلابد فيه من رضا الشركاء كلهم نعم قال وقسمة التراض بمعنى أن الشركين إذا كان يملكان هذه العين فليس لأحدهما أن يجبر الآخر على القسمة بل يتراضيان ويتفقان على القسمة إما أن يقول لشخص خذ الأعلى وأخذ أنا أو خذ الشمالية وأنا أخذ الجنوب أو خذ أنت الشمال وأزيد كمالا ونحو ذلك فيكون من باب التراضي أو خذ الثلثين وأنا أخذ الثلث وهكذا كله يسمى تراضي طيب لو أن شركين اشترك في عين فطلب أحد الشركين من الآخر القسمة فأبى ثم ترافع إلى القاضي فنقول للقاضي ماذا تفعل نقول إن كانت الأعيان مما تجري فيها قسمة الإجبار فاقسمها بينهم ولا تستأذن ثم اقرأ بينهم فمن خرجت له القرعة أخذ جزءا لأنها متساوية وإن كانت الأعيان لا تقسم قسمة إجبار وإنما قسم التراضي ماذا يفعل القاضي؟ يبيع العين تباع ولا تقسم لا يجوز قسمتها لأنها لا تقسم إلا بالتراضي ثم يقسم ثمنها هذه الفائدة هي مسألة سهلة جدا طيب ما هي التي تقسم قسمة التراضي؟ قال ما فيه ضرر معرفنا الضرر أمرا نقص القيمة وإمكان الانتفاع أو فيه رد عوض بأنها إذا قسمت كان أحد القسمين أعلى سعرا من الثاني قال فلا بد فيها من رضى الشركاء كلهم كما تقدم وإن طلب أحدهم فيها البيع واجبت إجابته نعم فالقاضي إذا طلب أحدهم البيع أو طلب القسمة وامتنع الثاني من البيع فالقاضي يبيعها عليه وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها والله أعلم يقول الشيخ إن الناس إذا كانوا شركاء في عين فإن لهم حال يعني في الانتفاع بها أمرا إما أن ينتفعوا بها بأنفسهم فينتفعون بما يسمى بالمهايئة فلو أن العين ملك الاثنين على السوية فالأول يأخذها يوما والثاني يوم أو للأول ثلثان وللثاني ثلث فالأول يأخذها يومين والثاني يأخذها يوما واحدا هذا الانتفاع بالنفس وأما الانتفاع بالغير فأي يؤجر العين ثم تقسم أجرتها بينهم على قدر أملاكهما باب الإقرار نعم ختم المصنف كتابه وكتاب القضاء بالإقرار لنكتة يريدها العلماء دائما فيقولون إن ختم كتب الفقه بالإقرار لنكتة وهو الفأل فكما ختمنا كتاب الفقه اليوم بالإقرار فنرجو الله عز وجل ونسأله أن يختم أعمالنا بلا إله إلا الله وهو الإقرار بالتوحيد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ويرجى لطالب العلم الذي يكثر من قراءة كتب الفقه وكتب الحديث المغوبة على الفقه حينما ختموها بالإقرار تذكر هذا الأمر فنرجو إن شاء الله أن يكون يختم له بذلك فقد جاء أن محمد أو أن بعض المحدثين لما حضرته الوفاة أرادوا أن يلقنوه الشهادة فذكروا له إسناد هذا الحديث فتممه ثم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله ثم قبضت روحه فلذلك أحيانا العلم والتذكير به يكون سببا إن شاء الله بذكر الله عز وجل في موضع الشدائد وهو اعتراف الإنسان بحق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا نعم قال اعتراف الإنسان بحق عليه هذه الجملة نأخذ منها أن الإقرار حجة قاصرة فلا يصح إقرار المرء على غيره ولو كان أبا له أو كان المقر وليا أو شريكا فالمقر حجته قاصرة هذا معنى قوله بحق عليه وقوله بحق تشمل الحقوق المالية وتشمل أيضا الجنايات بأن يقر بأنه جنى أو أتلف قوله بكل لفظ دال عليه دلنا على أن الإقرار ليست له صيغة بل عبرة بالمعنى كما أن الإقرار إنما يكون باللفظ لا بالفعل والإشارة قال بشرط كون المقر مكلفا لأن غير المكلف وهو المجنون ومن ليس ببالغ فإن إقراره غير مقبول لأنه لا نية له فقوله وفعله غير معتبر ألم نقل في الجنايات إن عمد الصبي والمجنون خطأ ولذلك فإن قوله وفعله غير معتبد عندنا مسألة قبل نحن هنا عبر المصنف بالمكلف المحجور عليه إقراره صحيح أم ليس بصحيح نقول المحجور عليه لفلس إن كان إقراره في الذمة قبل وإن كان إقراره على العين المحجور عليه فيها فلا يقبل إلا ببينه لا يقبل إقراره هذا المحجور عليه لفلس أما المحجور عليه لسفة فإنه وأما المحجور عليه نعم لسفة أو الصغير فإن إقراره على نفسه لا يقبل في الأصل لأنه قد يكون حيلة إلا إذا ذلت القرائن على صدقه وهو من أبلغ البينات نعم لأن أقوى الأدل هو الإقرار فهو أقر على نفسه ولا شك أنه أقوى البينات ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها نعم يقول الإقرار يدخل في كل شيء أما العبادات فكالزكاة مثلا فإن من أقر على نفسه بمال أمام الساعي وجب عليه بذل الزكاة بحسب ما أقر ومثله أيضا ما يتعلق بكثير الأمور المعاملات واضح بالإقرار بالعقود والأنكحة كأن يقر على نفسه بالنكاحة والشروط والجنايات بأن يقر على نفسه بفعل جناية وفي الحديث لا عذر لمن أقر نعم هذا الحديث يقصد به الخبر المروي لأنه لا يثبت إسناده قصد الشيخ في الحديث أي في حديث النس ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال والله أعلم نعم يقول الشيخ إن الإنسان يلزمه أن يعترف بحقوق التي عليه للآخرين مثل ما ذكرت لكم في باب الوصية فإنه يلزم أن يكتب في وصيته الديون التي عليه لإبراء ذمته وليخرج من التبعة ويكون خروجه من التبعة إما بأداء بأن يؤدي هو الحق الذي عليه ولا ينساه أو يؤديه ورثته بعده كثير من الناس عليه حقوق ولكن لكثرة معاملاته ينسى أو تأتيه من عواد الدهر عند كبر سنه أو المرض الذي يعرض عليه ما يجعله ينسى وذلك المؤمن وخاصة في الحقوق التي تكون عليه يسعى لكتابتها قدر استطاعته فإنه ربما ينسى أو تعجله المنية ولذا فإن من المناسب أن يعترف بها وأن يطر بها إما بشهادة أو بكتابة لكي تسدد عنه بأداء أو باستحلال بأن يحلل صاحب الحق وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا نعم ختم المصنف ذلك بالصلاة عنه وسلم وعندنا فيما ذكره المصنف مسألتان المسأل الأولى في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجوز تسييده بأن يقال سيدنا محمد وهذا نص عليه أهل العلم وأما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا قال إنما السيد الله فقد نقل بن مفلح في الآداب عن شيخه الشيخ تقي الدين أن هذا خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج التواضع عليه الصلاة والسلام وقد جاء عند الحاكم حديثا وقد جاء عند الحاكم حديثا أن رجلا جاء عند الله وسلم فقال أنت سيدنا فسكت عليه الصلاة والسلام فيجوز تسويد النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال سيدنا محمد إلا في الأدعية التوقفية كالأذان والصلاة في التحيات والصلاة الإبراهيمية عليه صلى الله عليه وآله وسلم فإن الأدعية التوقفية إنما نقف عند النص ولا نتجاوز وقد جاء في حديث البراء في البخاري لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الذي يقوله عند النوم وفيه آمنت بنبيك الذي أرسلت فلما أراد البراء أن يرده قال آمنت برسولك الذي أرسلت ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ليس هكذا وإنما بنبيك الذي أرسلت مع أن لفظ النبي والرسول لفظا إذا أطلقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا فدل ذلك على أن المعنى واحد لكن يدلنا هذا على أن الأدعية إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل فإنها توقفية المسألة الثانية جرت عادة العلماء ختم كتبهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تلمس سببا في ذلك بعض أهل العلم وأشار إليه الشيخ تقييدين لما تكلم عن ختم الخطبة بالصلاة قال المناسب لأن المرأة يختم خطبته بالدعاء والدعاء من أسباب إجابته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه وقد جمع الحافظ بن بشكوال جزءا في الصلاة عليه وسلم نصفه في قرن الدعاء بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وحيث أن من عادة العلماء ختم كتبهم بالدعاء فناسب أن تذكر الصلاة وإن لم يدعى فإن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأخبار وهو حديث أبي بن كعب وإن كان في إسنادهما قال أنها تغني عن الطلب فقد جاء أن أبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي قال ما شئت نصفها قال ما شئت ربعها ثلثة إلى أن قال أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك وتعطى سؤلك إن صح هذا الحديث وثبت فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا في إعطاء أو في رزق الله عز وجل العبد سؤله وأن يكفى همه علقه كاتبه الفقير إلى الله الراجي منه أن يصلح دينه ودنياه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين نعم الشيخ رحمه الله تعالى كان قد ألف هذا الكتاب عام 1359 أي قبل هذه السنة التي نحن فيها بثمانين عام فبين تأليف المصنف لهذا الكتاب إلى الآن ثمانون عاما فنسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة والشيخ عندما ألف هذا الكتاب أرسل إلى بعض تلامدته رسالة موجودة ومطبوعة يخبره عن تأليفه هذا الكتاب وأنه مختصر ألفه للمبتدئين من طلبة العلم قال وهو أخصر وأجود من كثير من المختصرات المتداولة كالعمدة وغيرها وقد صدق فإن العمدة فيها بعض التفريعات وبعض الاستطرادات التي تصعب على المتخصصين نهيك عن المبتدئين ولذا فإن هذا الكتاب إنما هو بداية ولذلك فإني أوصي طالب العلم أن يعلم أن هذا إنما هو الدرجة الأولى في طلب العلم فهو بداية ثم بعد ذلك ينتقل لما بعده فهذا إنما جعل للمبتدئين ولكن ربما توسعت في شرحه بعض الشيء لما أعلم أن بعض الحاضرين من أهل الفضل والعلم وطلبة العلم وقد جرت عادة العلماء عند ختمهم الكتاب بأمري الأمر الأول الدعاء وكان أحد مشايخنا هنا في الحرم يقول يلزم بعد كل درس دعاء لأن من أعظم القربات الدعاء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعاً العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وأن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علماً وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات وأن يرحم ضعفهما ويجبر كسرهما ويجيرنا وإياهما من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا وأن يصلح ولاة أمورنا وأن يوفقهم ويدلهم لكل خير وأن يصلح لهم بطائنهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر